السؤال الأخير في حلقتنا النهاردة بيقول هو طبعا من غير اسم يعني اللي هي سؤال أرجو الاهتمام بنتي ما كملتش سنتين وبتدرب الأطفال اللي في سنها هي حركية جدا بس بقالها أزيد من عشر تيام الصفة دي ظهرت عليها وكمان محتاجة عرف سن دخولها على الحضانة وفعلا صحي لها ولا سيبها معايا أنهي الأفضل وجزاك الله خيرا ماليش أنا أجاوبك بسرعة عشان وقت الحلقة خلص طريقة اللعبة مع الطفلة هي اللي بتحدد التصرفات بتاعتها بعد كده حتى لو احنا بنهزر مع الطفل بأيدينا ونيجي نهجم عليه وكده بهزار طبعا وبحب وبدلع وكل حاجة بس الطفل بعد كده بيتبنى هذا النموذج اللي احنا عملناه معاه وبيعمله مع أطفال تانين الكرتون 99% من الكرتون اللي حضراتكم لو قعدتوا كده قدام الكرتون هتفهموا قصدي هتلون إن معظم الكرتون عبارة عن عنف الناس عملا تخبط بعض على دماغها ويدرابوا بعض ويدرابوا بعض على وشه حاجات عجيبة جد فالطفل بيقلت برضه السبب اللي بعد كده إن التطور الحركي عند الطفل وبيوصاحبه تطور استخدام الإيدين بيخلي الطفل عايز يستخدم الإيدين دي وألعاب السبب والنتيجة هي المحرك على فكرة عند الطفلة دي مش حاجة تانية يعني مش الرغبة في العدوان أو الحق الأذى بالآخرين ألعاب السبب والنتيجة إيه اللي هي فاكرين لما كنا بنجيب لعبة للطفل لما بدوس على الزرار ده اللعبة دي بتنور لما بدوس على الزرار ده بيطلع صوت صحي كده فهي بالنسبة للطفلة لما بتعملي كده على الطفلة التانية بتطلع صوت إنها بتعيط أو لما بتشدها من شعرها أو لما بتزوقيها فهمتوا قصدي فهو الطفل في العمر ده بيعمل أكن الموضوع لعبة فدورنا إحنا إن إحنا ننبهه لأ دي مش لعبة خلاص لازم نخلي بالنا من الحاجات دي قوي وما تتعاملوش معاها بتوتر بس في نفس الوقت تتعاملوا معاها بحكمة وبأمان عشان لا ابنكو يبقى مصدر ضرر للآخرين ولا أنه هو يتعود على مثل هذه السلوكيات تحسيرهIZひوائق موسيقى موسيقى interessante